سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد فيديو نهاردة ان شاء الله هقولك ان انت ازاي تقدر تستخدم خدمة شات جي بي تي او خدمة او شات او بس عن طريق تليجرام وعن طريق تليفونك وطبعا انا عارف ان انت ممكن تكون لسه جديد ومش فاهم ايه الموضوع وايه الخدمة اللي انا هكلمك عنها دي فخدين يعني خليني كده في البداية اديك نبزة سريعة عنها باختصار شديد في الفيديو اللي فات واتمان ان انت ترجع له هتلاقي عند الكرار بتاعه تحت في الوصف اتكلمت عن فيه خدمة جديدة ظهرت في الوقت الحالي اللي جماعة سطع جدا الخدمة دي من تطوير شركة اسمها اوبن اي اي وهو عبارة عن زكاء اصناعي الخدمة دي اسمها شات جي بي تي هو عبارة عن زكاء اصناعي انت تتواصل معها عن طريق درداشة عن طريق الكتابة وبتطلب منه بعض الحاجات او بتسأله بعض الاسئلة وهو بيرض عليك كمثال انا هسأله سؤال هو بيرض عليك بشكل مفصل كأن بالضبط واحد بيكتب لي رسالة يعني مش زي عملية البحث لا كأن واحد بيكتب لي رسالة نفس الفكرة برضو لو انا مثلا حابب ان هو ينفز لي امر كمثال يكتب لي كود او مثلا يكتب لي مقالة او غيره فهو بينفز لك الامر ده بكل سهولة وبمجرد بس بعض الكلمات انت بتضفت فده الزكاء اللي اصناعي بختصر شديد انا بقى في الفيديو ده جاي اقول لك ان انت ازاي تقدر تشغلوا عندك على تليجرام لان للأسف في الفيديو اللي فات فيه ناس كتيرة جدا وجهت مشكلة ان الخدمة دي مش شغالة في الوطن العربي ودي مشكلة للأسف شائعة الخدمة دي مش شغالة في الوطن العربي فانا حبيت ان انا سهل عليكم الموضوع وبدل ما انت تروح وتدول على الرقم امريكي وتحمل VBN وتثبته عشان تفتح يعني حساب على اللي هو الشات جي بتي وكلام ده كله لا باختصار شديد انا هقول لك ان انت ازاي تقدر تستخدمه عندك على تليجرام بكل سهولة فعشان ما تقولش عليكم يلا بينا بقى دلوقتي للشرح طبعا انت عارف خدمة تليجرام فمش محتاج ان انا يعني اتكلم عنها تليجرام باختصار شديد هو عبارة عن واتس اب خدمة تليجرام هي خدمة زي الواتس اب عبارة عن خدمة دردشة او تطبيق للدردشة تمام هتحمله وتثبته بصفتح عندك عليه حسابه كل حاجة اسكان على الاندرويد او الايفون بعد كده هتروح جاي فتحه او لما يفتح طبعا هيكون بالمنظر ده كلين انت هتحمله انت هتروح هنا عندك على صندوق البحس اللي فوق بعد كده تحط عندك في بود انت بتستخدمه تمام van new book التمام هو herman who we put it اللي هوا ده انه هستخدم لك هنا اسمه على الشاشة و كمان مكتوب فتحت في الوصف تمام تقدر انت تنسخه او يعني او التاخد شمة الاسم كما في الشاشة كده دلوقتي تمام بعد كده طبعا بعد ان تبحث عندك على صندوق البحث اللي فوق بالمنظر ده هتجي هنا عندك على open chat AI بالمنظر ده يعني وتجي تدخل عليه كل انت هتعمله انت تدوس هنا عندك على بد وكده تبتدي بقى انت تسأله على اي حاجة انت عايزه سهل جدا مش محتاجة حتى ان انا كمان يعني اتكلم في اي حاجة دلوقتي مثلا انت على ان احنا نسأله على اي شيء مثلا نقول طريقة عمل البان كيك برض عليه بالعربي او يعني بسأله بالعربي هنا بيقول لي طبعا please wait a minute او انتظر دقيقة وهو يبتدي من هو يرد علي البوت ده متصل تمام بخدمة شات جي بي تي او شات open AI تمام هو متصل به بشكل مباشر فنفس اللي هو هيرد عليك هنا هو هيرد عليك هناك على الخدمة اللي انت بتحتاج ان انت يكون عندك رقم امريكي او بتحتاج ان انت يكون عندك VPN والكلام ده كله كل ده بختصر شديد عن طريق التليجرام تمام البوت نفسه بيتكفر انه هو يعني يعمل لك كل شيء انت عايزه زي ما تشايف هو بيرد علي بالتفصيل زي ما هو كان اصلا الخدمة ترد علي بالتفصيل في الموقع الرسمي طيب تعالى مثلا نسأله سؤال تاني يعني هو بس احنا لازم ننتظر لحدا ما هو يخلص تمام لانه هو ده المهم يعني هو مش هي هو مش هعمل اي عملية اخرى غير لما يعني يخلص العملية الاولى نيجي مثلا نسأله سؤال تاني هقول له مثلا اكتب لي مقال مثلا من 100 كلمة عن اهمية الرياضة تمام يعني انا مش هطول يعني اقول له اكتب لي مقال من 100 كلمة عن اهمية الرياضة هننتظر دلوقتي ونشوف ايه المقال اللي هو يكتبه بيقول لي please wait a minute ودلوقتي هبتدي ان هو يكتب لي المقال بالفعل اللي انا طلبته منه من 100 كلمة تمام طبعا انت تقدر يعني تطلب منه حاجات كتير جدا يعني مش شرط ان انت فقط ان انت تطلب منه كذا وكذا هو بس الحاجة اللي ممكن ما تكونش دقيقة او يعني الحاجة اللي ممكن ما تشتغلش زي ما انت عايز او بشكل كويس هو الاكواد هنا الاكواد ان انت محتاج ان انت بقى تتجهن الموقع الرسمي لانه بيكون مقسم بشكل افضل يعني مثلا لو جانا جيت هنا مثلا كتبت بلغة انجليزية طبعا هو انا بقدر اتكلم معاه باكتر من لغة بالشرط اللغة العربية فقط بقدر اتكلم معاه باكتر من لغة اذا كان انجليزية او هيرو فتعلم مثلا دلوقتي وطبعا اغالبا هو بالفعل كتب لي المقالة اممية كلمة يعني انا صراحة بعتبره يعني محرك البحث السريع بتاعي لان مثلا ما اكون محتاجه اسأل على حاجة مش محتاجه خش على جوجل بسأله على طول وهو بيديني الاجابة ايه بشكل مباشر رغم ان اجاباته احيانا ما بتبقاش دقيقة وبتكون هابل اه نيجي مثلا هنا للحاجة التانية انا دلوقتي مثلا محتاج ان انا اكلمه بلغة انجليزية واسأله مثلا على بعض الحاجات سي اس اس عشان يعرف ايه اللي وغنينا محتاجها ونشوف دلوقتي هيرود ده عليها وليلا هو هنا احيانا بيحصل خطأ بيقولك يعني هو بيديني خطأ احيانا error ده بسبب عملية الضغط الكبيرة اذا كان على الput او اذا كان على الخدمة ذات نفسها زي ما تشايف ان هو بالفعل اداني الكود هنا الكود مش منتظم او مش منظم بشكل كبير عكس ساعة ما تتسأله على المعقع الرسمي بيطلب منك او بيديك الحاجة بشكل كويس جدا وبشكل منصق جدا فالموضوع بيكون احترافي بكتير يعني بشكل اكبر بكتير جدا فانا عن نفس الصراحة لما بحتاج اخد منه اكواد او حاجة معقدة شوية فبروح للموقع الرسمي على طول انما انا مثلا لو محتاج اسأله على سؤال سريع او مثلا ناخد منه اجابة بشكل مباشر فعلى طول هنا لابسأله يعني في الدردشة وهو على طول يعني اسكان على تليجرام وهو بيديني اجابة بشكل مباشر وبس خلاص تقريبا ما فيش اي حاجة انا اتكلم عنها يعني زي ما تشايف انه بالفعل الداني الكودة اللي انا عايز وبس دلوقتي انت عرفت انت ازاي تقدر تثبت تطبيق شات جي بيتي او اوبن اي اي عندك على التليفون اللي هو على تليجرام ودلوقتي اكسبكم بقى باذن الله على خير وما تنساش بقى العقب احكي الفيديو تعمل لايك تشترك في القناة وتفعلي الجرس اشتركوا عن خير باب اذن الله الفيديو جاي ومع السلامة